مباراة نادي الأهلي ونادي الجونة بفوز كمير لنادي الأهلي 5-2 على نادي الجونة بيساعدني ويشرفني أن يكون واحد من القوامات الرياضية اللي بتدير نادي الجونة بشكل أوروبي وشكل احترافي كبير جداً كابتن نادر شوقي المرشف العامة على نادي الجونة وراحب بيك كابتن نادر أعلم بيك إزاي خبرك إيه؟ أنا سمعت أن عماد ماتعب موجود عندك وزاعة؟ آه معان عماد ماتع في الستوديو تقول له إيه؟ لا بيقول له تمام خلوش بعدين بعدين هو عارف يعني كابتن نادر في البداية طبعاً عايزة تطمن على أحوال نادي جونة المؤسكر اللي انتم عملتوه بقالكو كم يوم في القاهرة بتستعدوا زي وهل انتم مع عودة الدوري ولا لأ؟ لا ناخدها واحد واحد عودة الدوري ما مش معها ولا ضد خلاص احنا دلاتي في واقع ما فيش الحتة دي بتجيب هرطاقة في الكلام فبلاش احنا خلاص الدوري هبتدي إن شاء الله وإحنا موجودين احنا ما كاناش عندنا مسكر ولا حاجة احنا جينا يوم ستة وعشرين لعبنا مطش سبعة وعشرين مبارح وحنلعب اللعبنا النهاردة وهنلعب بكرة مع المؤولين عشان احنا كناس قلنا إن احنا ما عناش فلوس عشان نسو تصدق بس من عطش زباعين في حتة معينا احنا هدوه بنزلنا نلعب لاربع مطشات وباكه نرجع الجونتين كويس فالمؤسكر قصير قوي عشان بس الولاد يعملوا حسات المباركات أمل ناس كلها بتلعب مطشات وباكه فلازم ألعب مطشات وباكه أنا كمان فإذا أنا هتلاقي الناس كلها بتلعب هتلاقي تلاتين لعيب انبارح لعبه النهاردة هتلاقي حاجة عشرين لعيب لعبه وبكرة برضو هيبدل فيعني الناس برضو تاخد الرتم بتاع المبارات انت عارف من شهر ثلاثة ما يقبناش مطشات فأعتقد ان هو تجربة جميلة جدا ومفاقة جدا وبشكر ندلالي طبعا وأنا شايف الدنيا هتمشي أحسن من كده إن شاء الله المباركة تواخدها طبعا ندية يعني منذ البداية شايفين ان اللعيبة نازلة ندية كبيرة كده وأكيان فيه يتعطش لكرة القدم وكان فيه أيضا يعني اللعيبة بتلعب وأكيانه مطش في الدوري عادي مش مطش ودي بص طبعا أكيد ايه مطش حتى لو ودي انت بتستعد الدوري فلازم يكون في ندية اللي انت عايز تحكيز مكانك في الحد واشر واحد فبالتالي اي واحد عايز يطلع لجوة خلي بالك إننا عندنا إسلام العيم كان مصابة لو ست شهور سنة وشوية إسلام روشي نفس القصة فكل دول ابتاده ياخدوا واحدة واحدة فلازم يكون في ندية طبعا وبعكده لو يبدو تعنادي لأهلي أول مرة يلعب والحمد للرب العالمي قدام النادي لأهلي فأعصاك إن هي تجربة كويسة طبعا يعني كابتالنادر عايز أعرف منك بقى طبعا أستغل وجود حضرتك معنا طبعا نزع من الحاجة اه طبعا أنت عارف يعني موقف هادرسفيلد شفنا نادي هادرسفيلد كان بيقول إن هو مش ما حدي شي الحاجة هو ده تقارير ده بتتكتب لك ما فيش حاجة أوفيش لنا رس كنت أواف مع أميره ما فيش حاجة أوفيش لجات من نادي هادرسفيل لغاية نادي الألي وما فيش أي حاجة رسمية جات فبالتالي ما أضعش أتكلم في حاجة زكاية باللوتي خالص كل واحد بيكترد وكل واحد بيقول له عايزه خليهم يقول له ما عايزينه لكن في الآخر في حاجة رسمية لازم نتكلم فيها ما دي بتبقى رسمية نبتدي نتكلم في الحاجة